بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله الأهل يأخذ هذه المباراتين خلال الفترة القادمة مباراة في كماسي والختام مع يانجي أفريكانز في القاهرة في الأول من مارس المقبل عندنا تفاصيل كتيرة كواليس مهمة استعدادات الأهل لمبارات ميدياما الغاني الحمد لله النهاردة البعثة عادت إلى القاهرة فجري اليوم كل الكواليس وكل الأخبار بالتأكيد عن رحلة الأهل للجزائر نتكلم عليها وترتيب المجموعة وشكل المنافسة في الفترة اللي جاي كمان النهاردة هنتناول ملفات مهمة جدا متعلقة بالتحكيم وكمان نقطة متعلقة جدا بكأس العالم للأندية النادي الأهل مقبل على مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية اللي المفترض يتم في الفترة اللي جاية في الظل إن الدور العام مش واضح الملامح محدش مهتم غير بالموسم الحالي هيخلص إمتى طب إيه الخريطة اللي هتتم في الفترة اللي جاية محدش مهتم بالتفاصيل دي وبالتأكيد دورنا هنا في قناة النادي الأهلي نحط إيدينا على ملفات مهمة جدا عشان ننور اللمبة الحمر للسادة المسؤولين عن إعداد جدول الدوري وفي ربطة الأندية عشان المرحلة اللي جاية وربطة أو الدور ربطة الأندية في إعداد جدول الدوري في المواسم المقبلة في الظل نحن داخلين على بطولات يعني أعتقد هتاخد مساحات من الوقت وده ممكن يضر الأندية المصرية وتحديدا النادي الأهلي اللي مقبل على مشاركات تاريخية سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى الدولي حالة فيها كواليس كتيرة وكالعادة في بداية الإسبوع لازم نيجي ومعانا ملفات مهمة جدا نتكلم فيها من خلال برنامج التريند لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة من وجهة نظركم مين أفضل لاعبي الأهلي في مباراة شباب بلوزدان يعني المباراة بالأمس كانت فيها تفاصيل كتيرة الأهلي راجع بعد خمسين يوم من الراحة السلبية ولكن عدد من اللعيبة ظهروا بشكل جيد لو جماهرنا تشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وتقول لنا مين أفضل لاعيبة ظهرت فيه مباراة الأمس وده هنستعرضه بالتأكيد في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي بعثة الأهلي تعود للقاهرة وفي التريند المحلي اتحاد الكرة يعلن مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة غرب أسيا الودية وفي التريند العالمي صلاح يسجل في أول مشاركة له بعد الإصابة نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة السبت الممتاز قمة المباراة والإثارة والمتعة في الدور الإنجليزي والأسباني والفرنسي والإيطالي البداية في الدور الإنجليزي وأولى المباراة في الجولة الخمسة وعشرين انتهت بفوز ليفربول على برينت فورد أربعة واحد في هذه الأثناء في خمس لقاءات بدأوا الساعة خمسة بيرلي بيستضيف أرسنال فولهام بيستضيف أستون فيلا نيو كاسل يونيتد بيستضيف بيرنموث نوتينجهام فورست بيستضيف وستهام يونيتد توتنهام وتسيبير بيستضيف ويلفر هامبتون وفي الساعة السابعة والنصف في قمة المباراة في الدور الإنجليزي المان سيتي في مواجهة معها تشيلسي نتيجة أعتقد هتكون لها أثر إيجابي جدا على ليفربول في صدارة الدور الإنجليزي والمنافسة على الصدار نروح للدور الأسباني والجامل خمسة وعشرين منذ قليل انتهت مباراة أتليتكو مادريد على لاس بالماس بفوز الأتليتي خمسة سفر خمسة وربع أساسون هيصديف كادش سبعة ونص سلتافيجو هيصديف برشلون عشرة فالينسيا هيصديف إشبلية نروح للدور الإيطالي ومنذ قليل انتهى الشوت الأول في الجولة خمسة وعشرين بين نابولي وجينوا بالتعادل السلبي هيلاس فيرونا هيصديف يوفينتوس الساعة سبعة والساعة العاشرة إلا روبا أطلانطا هيصديف ساسولو دي أبرز مباراة اليوم النهاردة السبت الممتاز قمة المباراة بالتأكيد هتتبعوها في الدوريات الأوروبية فاصل ثم نواصل عادت بعثة فريق النادي الأهلي بسلامة الله إلى القاهرة قادما من الجزائر بعد المشاركة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا أمام شباب برزاد يمكن قدامكم على شاشة لقطات حصرية على شاشة قناة الأهلي لوصول بعثة فريق النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد الجرحي رئيس البعثة والأستاذ زاطري أنديل عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسل كولر وأعضاء الجهاز المعاون واللعابين اللي شاركوا في هذه المباراة طيب ناس كتيرة بتتكلم على مباراة مباراة في ناس يعني مش عجيبها الأداء وفي ناس شايفة الأداء في التوقيت اللي زي ده وفي الظروف اللي زي دينا أعتبر يعني نتيجة جيدة بصوا جماعة عشان نتكلم بواقعية وإحنا هنا ببرنامج الترند على مدار أكتر من شهر ونص وكنا بنركز على فكرة الأهلي في التوقيت الحالي بيستعد إزاي وشباب بلوزداد في التوقيت الحالي بيستعد إزاي ناس كتيرة كان غايب عنها فكرة إن الأهلي على مدار خمسين يوم كان بيحاول يعمل مباراة ودية ومعسكرات في المقابل المنافس اللي كان بمباراة بيلعب قدامك على أرضه ووسط جمهوره كان بيلعب مباراة رسمية في الدور الجزائري وقلت على مدار خمسين يوم فريق شباب بلوزداد لعب سبع مباراة رسمية وده معدل مباراة بالمقارنة بمباراة الأهلي فارق شاسع جدا يصب بالتأكيد في صالح شباب بلوزداد عشان كده كان ضروري أتكلم النهاردة وقول يا جماعة ليس في الإمكان أفضل مما كان خلال نتكلم بواقعية وبكل صراحة ليس في الإمكان أفضل مما كان الأهلي مباراة بيلعب أمام فريق مكتمل الصفوف رجليه في الملعب حالته البدنية على أعلى مستوى حالته الفنية أجهز بشكل كبير جدا عن النادي الأهلي لكن قدر النادي الأهلي مباراة بكل زكاء يخرج من المباراة بالتعادل مش عايز أقول يخرج بالمباراة لبر الأمان لأن بالتأكيد الأهلي مباراة برضو في بعض النقاط وبعض الفرص كان بيحاول يكسب الثلاث نقاط ويخطف نقاط المباراة ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي هل نشن بقى حرب وتكسير عظام في الجهاز الفن وفي اللاعبين؟ مش وقته الأهلي حالية منتصدر المجموعة انت مباراة بتلعب في ظل غياب عشر لعيبة مباراة بتلعب بدون بيرسي تاو من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في كاس الأمم بتلعب مباراة بدون أليو ديانج بتلعب مباراة بدون محمد الشناوي حارس المرمى أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب يعني حاجات كتيرة جدا مباراة كانت غايبة عن فريق النادي الأهلي عشان كده الأهلي أمامه بفرصة جيدة جدا في الفترة اللي جاية انه يتصدر المجموعة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ميدياما الغاني الجمعة اللي جاية في كماسي أمامه بفرصة زهبية لتصدر المجموعة وده ما حصلش اعتقد من سنوات كتيرة الأهلي آه كان بيصعد تاني وكان بيحقق اللقب ولكن نتائج الأهلي السنة دي في دورة أبطال إفريقيا أنا مش شايفها مختلفة عن الفترات السابقة يعني مبارح لما نبص كده على إحصائية الأهلي في أول أربعة مباراة في دور الأبطال الأهلي لم يحقق سوافوز وحيد وده اتحقق برضو في البطولات السابق آخر بطولتين ثلاثة والأهلي في النهاية حقق اللقب بلاش بس فكرة اللي احنا نجلة الزات يعني جلت الزات زيادة عن اللازم مش طبيعي ولا منطقي انت على مدار خمسين يوم ما بتلعبش مباراة رسمية على مدار خمسين يوم لعيبة كتيرة غايبة عنك على مدار خمسين يوم الجهاز الفني اللعيبة مش تحت إيديه اللعيبة بتلعب في منتخب مصر اللعيبة بتلعب في المنتخب الأولمبي اللعيبة بتلعب مع تونس ومالي وجنوب إفريقيا والأدهى من ذلك بعد البطولة ما خلصت بطولة كاس الأمم انت لاجع بتلعب مبارح بدون الشناوي محمود متولي خالد عبد الفتاح آليو ديانج أحمد نبيل كوكا بير سيتاو يعني عدد كبير جدا من اللعيبة الصفقة جديدة جابها في يناير عشان تدعم الفريق مكادش موجودة زي اللعب الفلسطيني وسامبو علي محمد كريستو اللعب التونسي الشاب اللي لعب في المباراة الودية وظهر بشكل جيد جدا وكان كولر هيعتمد عليه في هذه الرحلة تحديدا جات لقصابة وبالتالي غاب عن مباراة شباب بلوزداد كلها أمور أكيد بتبقى عكسة لذلك ليس في الإمكان أفضل من مكان لكن فيه جانب إيجابي وهو جانب متعلق بمصطفى شبير مش هطلع تكلم على فكرة أصل مصطفى شبير أثبت وجوده مصطفى شبير أثبت وجوده وما كانت مع الأهلي من سنتين مش من النهاردة ولكن خلينا كده نتكلم على مصطفى شبير بموضوعية وبيهدوء شوية دي مباراة مباراة دي كانت أول مباراة وأول مشوار لمصطفى شبير كحارس أساسي مع النادي الأهلي الفترة اللي جاي أكيد هيتعرض لمواقف صعبة في المباراة الفترة اللي جاي أكيد هيواجه ضغوط أكتر في المباراة الفترة اللي جاي أنا الحاجة الوحيدة اللي عجباني في شخصية مصطفى إنه هادي لا بينفعل مع الانتقادات ولا بيفرح قوي مع الإشادات دي نقطة مهمة جدا تتعلق بشخصية مصطفى شبير فحجم الإشادات الكبيرة بمصطفى شبير أنا عارف إنه هو هيعرف يتعامل معه لأنه في توقيت معين هيبقى فيه انتقادات كبيرة عليه خلونا نحافظ على الحارس الأساسي للنادي الآلي التلاتة أربع شهور اللي جاي انبارع عمل مباراة كبيرة انبارع تعرض لمواقف كتيرة في المباراة أثبتت بما لادع مجال للشك إن مركز حراسة المرمى في النادي الآلي ما فيهوش أي مشكلة ولما الأهلي كان بيفكر في تدعيم هذا المركز كان بيفكر في التدعيم نتيجة النقص اللي هيكون موجود في مركز حراسة المرمى الفترة اللي جاي مش لفكرة إن مصطفى شبير إحنا مش واسقين في إمكانياته إطلاقاً ما بتتحسبش كده ولا تحسبت كده هي بتتحسب إن الأهلي الفترة اللي جاي مقبل على مباراة كتيرة في الدوري والكاس وفي بطولة إفريقيا وبالتالي انت عندك ثلاث حراس مرمى مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف منهم حارس من شهر خمسة هيتم الاستدعاء اللي للمنتخب الانبي في مباراة كتيرة والدية فبالتالي مش هيكون عندك إلا مصطفى شبير ومصطفى مخلوف عشان كده دعمت بحازم جمال من موليد 2005 عشان كده جبت محمود الزنفولي في القيد المحل عشان يكون موجود معاك في مباراة الدوري وكانت فيه محاولات لقيده في القائمة الإفريقية في الأيام الأخيرة ولكن لسا احنا بنتمى مع الاتحاد الإفريقي القرار الرسمي رغم أن الأمور بالتأكيد صعبة جداً ولكن كل التحية والتقدير لمصطفى شبير على شخصيته المتزنة على إداءه المتميز بالأمس على أنه يعني رفع رأس كل واحد كان بيقول ثقاتنا فيه كبير يا مصطفى فيه الفترة اللي جاية النهاردة حتى سؤالنا لما طرحناه شايفين مين أفضل لاعب ظهر فيه مباراة إمبارح بالتأكيد بقى في الجزء الأخير هنستعرض يعني تعليقاتكم على هذا السؤال ونشوف نوجة نظركم مين أفضل لاعب ظهر أو لعيبة بشكل عام ظهرت فيه مباراة إمبارح طيب كل الإحصايات وكل اللي حصل في مباراة إمبارح سبع مباراة رسمية فرق شازع كبير جدا يا جماعة وارجعوا كده بالذاكرة وورا شوية لما كان الأهل بيعمل أداء وبيوصل للتوف فورم بتاعه مع كاس العلم للأندية بييجي مع استيناف المشواري الإفريقي في شهر ينار وفبراير بيبدأ الكيرفي ينزل شوية وبياخد وقت على ما يبدأ الأهل يستعيد مكانته من جديد عشان كده مبارح التعادل أنا شايفه كويس مش وحش أو أنا حفظت على صدارة المجموعة ثانيا مخسرتش ثانيا أنت لسه حسابات المجموعة في إيدك أنت مش في إيد أي منافس لازم نفكر بالشكل ده محدش أخدك في سكة جلد الزات دي نقطة مهمة جدا كنت عايز أركز عليها النهاردة وأنا بتكلم على مباراة الأهل وشباب بلوزداد أفنى صفحة مباراة شباب بلوزداد وهنتكلم على مباراة ميدياما الغاني النهاردة الفريق راح زي ما شفتوا النهاردة كده معايا وصول البعثة فالنهاردة راحة سلبية مفيش تدريبات الحد والاتنين والتلات اتنين وسبعين ساعة حاسمة عشان يقدر مرسل كولر يحدد القيمة اللي هيشارك بيها في مباراة ميدياما الغاني ليه؟ هل الغيابات اللي كانت موجودة في مباراة شباب بلوزداد هيرجع منع حد أو لاعب على مباراة ميدياما حتى الآن مفيش اسم مؤكد يعني الاسماء المؤكدة الشناوي مش موجود في مباراة ميدياما الشناوي لسه غيابه حوالي 3-4 شهور أحمد نابيل كوكا لسه بحمود متولي لسه خالد عبد الفتاح لسه قال يو ديانج لسه وأعتقد ديانج الفترة الجاة ممكن إصابته توصل لحوالي شهر أو شهر ونص لأنه أعتقد حسب المعلومات يعني إنه ممكن يقضع العملية جراحية ويغيب من 4 إلى 6 أسابيع قدي كده 5 ديف عليهم مروان عطية خدم برح إنزار 3 وبالتالي هيغيب عن مباراة ميدياما الغاني هذه 6 لعيبة ديف عليهم عمر كمال ومحمد محمود الزنفولي حارس المرمى هذه كده 8 لأن الاتنين دول مش مقيادين في القايمة الإفريقية هيبقى بس حاجة واحدة إنك تشوف موقف السلاسي برستاو وسام بوعلي ومحمد كريستو التلت لعيبة دول هيبقوا محور شغل الجهاز الفني والجهاز الطبي في الـ 72 ساعة اللي جاية كل ما لعب منهم يكون فرصه في المشاركة أفضل كل ما هيكون تدعيم جيد جدا للنادي الآلي قبل هذه المواجهة الصعبة جدا تبتتكلم على بيرستاو هيكمل الناحية لجومية معه وسام بوعلي اللي عايز يلعب بأي شكل وبيحارب بشكل كبير جدا عشان يخلص البرنامج التأهيلي ومحمد الضو كريستو اللعب الصاعد اللي ظهر بشكل جيد فيه التدريبات والمباراة الودية خلال فترة توقف الدوري فبالتالي تلك لعيبة هيكون محور حديث الجهاز الفني والطبي في الـ 72 ساعة اللي جاي لن الفريح هيسافر يوم الثلاث عقب المران الصباحي يوصل غانا بالليل يتمرن أربع وخميس والمباراة يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة ده الشكل العام المتعلق ب المباراة السابقة والمباراة القادمة ترتيب جدول المجموعة الأهل ست نقاط شباب بلوزداد خمس نقاط يانجي أفريكانز خمس نقاط ميدياما الغاني أربع نقاط كل الأمور ممكنة عشان كده مطش ميدياما أنا شايفه أهميته كبيرة جدا مهم ترجع بنتيجة إجابية تعادل أو مكسب مكسب يبقى حلو قوي هتبقى خلصت وأنجزت 90% من المشوار تعادل هتستنى المباراة الأخيرة عشان تكسب وبالتالي تأكد صدرتك للمجموعة في مباراة ما بين بلوزداد ويانجي أفريكانز نتيجتها هتحدد مين اللي هيكون صاحب المركز التاني في هذه المجموعة لأن الفريقيتين خمس نقاط والمباراة هتتلعب في تنزانيا عشان كده مباراة التعادل كان إيجابي جدا للأهلي وسلبي جدا لبلوزداد لبلوزداد مسافر وراح يلعب مباراة في تنزانيا وما ينفعش يخصى فكان عايزي حقق نتيجة إيجابية مباراة ومع ذلك ما قدرش الحمد لله يحرز أي هدف في مرمى مصطفى شوبير ده ملف مباراة الأهلي الإفريقية الغيابات التدعمات اللي هتتم فيه الفترة اللي جاية نتمنى المرحلة دي يعني تمر بخير لأن الإصابات والغيابات مؤثرة جدا قيمة الأهلي الإفريقية كانت 40 لعب لما حسبنا العدد اللعيبة اللي خرجت في انتقالات يناك نحوله 4 لعبين كباكا وزعلوه وصلاح محصن ورافة خليل اتبقى 36 36 في منهم حوالي من 9 إلى 10 لعيبة غيابات بسبب الإصابة فبتتكلم في 26 26 في منهم 6 مقيدين لأنهم مواليد 2003 و2005 فانت لو بتتكلم على لعاب الفريق الأول بالضبط حوالي 20 لعب وده العدد اللي سافر بالأهلي مباراة بلوزداد بالإضافة للاعب صاعد اسمه عبد الحكيم من مواليد 2005 فبالتالي سافرت بـ 21 لعب في ماتش مبارح انت أيدت حوالي 20 لعب 11 أساسي وتسعة خرج من المباراة اتنين مصطفى مخلوف واللاعب الصاعد مواليد 2005 فبالتالي عد غنماتك يا دو بك يعني الفترة دي تمر بالشكل إن أنا بكلمكم عليه عشان أهلي بإذن الله تصدر المجموعة وينهي الصراع مبكرا في ظل على فكر لو بصته كده وقلقته نظر على المجموعات التانية لسه فيها نفس المشكلة يعني مجموعة سانداونز ومازينبي سبعة نقاط وسبعة نقاط بيرامدز أربعة نقاط ونوازيب وأربعة نقاط مجموعة الترجي والنجم هيلعبوا مع بعض يوم السبت اللي جاي الكزبان هيكمل الخاصان هيخرج وشايفين بيتر أرتدكم متقدم والهلال داخل في المنافسة عندك مجموعة الوداد وأسك الوداد آخر آخر ترتيب المجموعة عنده تلات نقاط محتاج يكسب المباراتين الجايين أسك يمكن أقرب فريق تخطى مرحلة المجموعات وبنسبة كبيرة خلاص تأهل للدور الربع النهائي فده شكل مباريات دور أبطال إفريقيا ولوحد كان متخوف بعد كأس الأمم الوضع إزاي هيكون في دور الأبطال والمباراة المؤجلة مع شباب بالوزداد والحمد لله عدت على خير والأهل يرجع بنتيجة إيجابية طب الملف التاني وانتوا كده متعودين معنا دايما في برنامج التريند بيبقى لينا ملفات بنركز عليها وبيندق نقوص الخطر عشان السادة المسؤولين عن إدارة اللعبة يكونوا واخدين بالهم الفترة اللي جاي مبدئيا كده الموسم الحالي يخلص في تمانية يخلص في تسعة يخلص وقت ما يخلص أنا ما عنديش مشكلة في الموسم الحالي أنا عندي مشكلة في دور الموسم القادم ونركز في الكلام ده يا جماعة لأن الكلام ده خطير جدا مش بقول مهم كلام خطير جدا الموسم الحالي يخلص في تمانية يخلص في تسعة يخلص وقت ما يخلص ولكن المشكلة في الموسم اللي جاي ليه الموسم اللي جاي انت هتبدأ مثلا الموسم الحالي في شهر تسعة أو شهر عشر الموسم اللي جاي قاصد هتبدأ في شهر تسعة أو شهر عشر من عشرين أربعة وعشرين طيب هتخلصه إمتى لازم تخلصه تلاتين خمسة فكرة بقى الدور يخلص في سبعة وفي تمانية وتسعة الكلام ده خلاص ما بقاش مقبول اخرك السنة دي من السنة الجاية وده كلامي لربط الاندية للأستاذ احمد دياب انا اتمنى الربطة يكون فيها ادارات عشان واحد بس يعرف يخاطب الادارات المعنية فيه رئيس للربطة ومجلس ادارة دي بيحط استراتيجية ولكن فيه ادارات بس انا مش عارف الادارات مين يعني كل اللي عرفوا ان ادارة المسابقات المسؤولة عنها لأستاذ عامر حسين هل في ادارة متكاملة معاها هل في موظفين والله ما عندي معلومة هل في ادارة لها علاقة بالتسويق والاستثمار في الربطة برضو مش عارف ولكن انا يهمني ان الربطة تسمع الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا زي ما بنوجه انتقاد لاتحاد الكور على ادارته السيئة للمنتخبات احنا مقبلين على مشكلة كبيرة جدا في الدوري الدورة يبدأ في تسعة وعشر لازم يخلص تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين ليه لازم يخلص عال تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين للمنت عندك القيد القيد في كاس العالم الاندية هيبدأ في اول ستة قبل انطلاق البطولة خمستاشر ستة فمش منطقي ادخل اشارك في كاس العالم الاندية خمستاشر ستة عشرين خمسة وعشرين وانا بشارك بقيمة عشرين اربعة وعشرين ده مش منطقي ده مش مقبول لا منطقي ولا مقبول عايز ألعب بطولة وما شاركش بشكل شرفي عايز أعمل تدعمات فبالتالي القيد المحلي هنا لازم تفتحولي في الصيف بتاع عشرين خمسة وعشرين هتفتحني القيد الزي والدوري لسه مخلص لازم تخلص الدوري تقلل بقى عدد الأندية تلعب الدوري الموسم الجاي بنظام مختلف ده قراركم ولكن إحنا ضدنا الإعلام نقول لكم يا جماعة بصوا قدام دوري الموسم المقبل لازم يخلص تلاتين مايو عشرين خمسة وعشرين لأن في قيدة هيكون في أول ستة والقيد في كاس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون بمشاركة ستة وعشرين لعب فعشان أختار ستة وعشرين لعب وأعمل تدعمات لازم أعمل تدعمات في يناير في الصيف اللي جاي وفي يناير اللي بعديه وفي الصيف بتاع عشرين خمسة وعشرين عندي تلات فترات انتقال عشان أعرف أدعم بيهم في التوقيت ده عشان لو أدخل كاس عالم يبقى عندي قايمة جيدة بس عشان أستغل فترة القيد اللي هتكون في صفة عشرين خمسة عشرين لازم الدور يكون خلص ومن مصلحتك الدور يخلص ليه بقى كمان؟ بعد ما يخلص كاس العالم في أمريكا 13 سبعة بنسبة كبيرة كاس الأمم الإفريقية في المغرب يوم 23 سبعة يوم 23 سبعة بعد كاس العالم بحوالي عشر تيام واسبوعين ودي معلومة بقولها للناس في الربطة لأن أنا دائما بس مع الكلام أصلا يحصل تعارض أصلا يحصل تدار وأنا طلعت هنا من أسبوع وقلت يا جماعة لا في تعارض ولا في تدارب المشكلة هتكون عند المنتخب مش عند الأندية وديت أمثلة للمغرب ونيجيريا والكودفوار أتمنى الناس تكون سمعت وفهمت اللي أنا قلته قبل كده ولكن اللي جاي عندك كاس أمم إفريقيا بعد كاس العالم الأندية يوم 23 سبعة لغاية 21 ثمانية أنا بقول لكم موعد مقترحة دلوقتي متقدمة بخصوص تحديد معاد كاس الأمم في المغرب أعتقد خلال شهرين ثلاثة مع كونجرس الكاف هيتم اعتماد المواعيد دي بنسبة كبيرة وتتحل المشكلة اللي البعض بيحاول يقول إن فيها مشكلة فأنت عندك كاس عالم من نص ستة نص سبعة عندك كاس أمم من آخر سبعة لآخر تمانية وبالتالي تبدأ بقى المسم الجديد في شهر تسعة ركزوا في التفاصيل دي لإننا نحتاجها قريب جدا الناس للأسف بصة تحت رجليها الناس للأسف بصة تحت رجليها واللي حصل في مباراة الزمالك وفارقه بصراحة يعني خلينا نقول إن اللي جاي مش كويس مطش الزمالك وفارقه ده كان في الأسبوع الـ 12 كان في الأسبوع الـ 12 وكان من المفترض إن تتلعب مكانه مباراة الآله والزمالك ولكن من شهر قلنا إن الآله يلعب في التوقيت ده مباراة مع شباب بلوزداد فتوقعت إن الربطة تعمل إيه لما تحدد مطش الآله وابلوزداد من شهر تلغي أو تأجل مطش الآله والزمالك وتعيد المباراة تلي كانت مؤجلة في الجولة دي إنها تلعبها لكن للأسف ما لعبتش قال لك أصلي ممكن يحصل خلل أو ارتباك في الجدول أنا معرفش فين الخلل والارتباك بالعكس أنت لما ترجع المباراة وخصنتش بترجعها قبلها بإسبوع ولا اتنين أنت ترجعها قبلها بشهر يعني قبلها بشهر هترجع وتقول الزمالك وفرقه النهاردة يوم مثلا 23 اتنين أو 17 اتنين تحدد المعادة اللي أنت شايفه فيه جدول الدوري لكن أنت عد شهر لا رجعت المباراة معادها وتحججت إن فيه مباراة للأهل والزمالك وهي مؤجلة من شهر أصلا والأهل اللي أصلا معروف أن ألعب مع ابن الزد من حوالي شهر وشهر ونص وإحنا عقلين الموعيد هنا يوم 16 فبراير للأسف يعني بصراحة يعني حدش يزعل مني أنا مش شايف أي اهتمام بوضع استراتيجية الجدول الدوري بتحديد شكل فرق الدوري في الفترة اللي جاية أنت داخل على كاس عالم أندية داخل على كاس أمم إفريقية في الصيف 2025 وقلت الموعيد المقترحة داخل على كاس العرب فيفا قطر 2025 داخل على كاس عالم بالولايات المتحدة الأمريكية 2026 وأنا مش شايفي الناس اللي قاعد على الكراسي مركزة في اللي جاي كل هدفها دلوقتي النهاردة بكرة طب إيه اللي جاي؟ طب تحضر لللي جاي طب استراتيجية العمل للفترة الجاية حدش بيناقش حدش بيتكلم لا عندنا منتخبات بحد بيحضر لها بشكل كويس ولا عندنا دوري حد بيحضروا بشكل كويس ولا حتى يقولك الدوري السنة الجاية بدل ما يبقى 18 يبقى 16 ونخليها 14 حدش بيتكلم في أي تفاصيل والأمور متسابة كده حسب التسهيل الأهلي هيحتاج لقيد لاعبين جدد في شهر 6 عشرين خمسة وعشرين يعني بعد السنة واربع شهور من دلوقتي بقول يا جماعة دوري الموسم اللي جاي لازم يخلص في مايو عشرين خمسة وعشرين لأنك حتى لو ما خلصتوش لا الأهلي هيستفيد بالقيد ولا أنت هتعرف تخلص دوري لا في خمسة ولا في ستة ولا في سبعة ولا في تمانية هترجع تكمل الدوري في تسعة وعشرة طب الدوري اللي بعد هيه هتخلصه إمتى ما أنت عندك كاس عالم في أمريكا إلا بقى الموضوع يتحل ولا قدر المنتخب لا يتأهل كاس عالم ولا يتأهل كاس أمم ونبقى هنا بنتفرج على نفسنا وخلاص ولا بصين اللي جاي ولا بصين للأدام وللأسف الناس بتفكر في انتخابات ومحدش بيفكر في جدول الدوري والموسم القادم وبعد القادم في الدوري العام ده ملف تاني لإعلاقة بجدول الدوري في الفترة اللي جاي حاجة تالتة قبل ما أطلع الفاصل الحكام رجعوا من الكودفور وتم تكريمهم تكريم على أعلى مستوى سواء من اتحاد الكورة أو حتى من وزارة الشباب ورياضة ممثلا فيه اجتماع كان مهم جدا وتكريم من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية مشهد كويس جدا استمتعنا كلنا به كنا فرحانين الحكام بشكل كبير جدا لأن بالتأكيد دي كانت صورة جيدة عن الرياضة المصرية في بطولة كبيرة قرية زي كأس الأمم الإفريقية ولكن مش هطول كتير في الجزء ده ولكن في حاجة حصلت عدت على ناس كتير للأسف عدت على ناس كتير مش هتكلم على الحكام اللي هجموا اللجنة مش هتكلم على الحكام اللي هجموا اللجنة هسيب ده البعدين لأن بعدين عندي تفاصيل ومفاجئات أعتقد هتكون مدوية أعتقد هتكون مدوية عشان نعرف هلا يبقى فيه ثواب وعقاب واللجنة سمع الناس بتنتقد وبتردش ولا إيه لا يحصل الفترة الجاي وأنا هنا يوم الأربعة قبل ما أختم حلقة نهاية الإسبوع قلت لكم النهاردة ابتداء من مساء اليوم اتفرجوا على تصرحات عدد من الحكام والهجوم الداري اللي هيكون موجود في الفترة الجاي وحصل بالفعل وحصل بالفعل لكن أنا استوقفتني حاجة واحدة بس استوقفتني حاجة واحدة بس في التكريم اللي تم للحكام في المركز الأوليمبي في المعادي كان فيه كلمة من الكابتن عصام عبد الفتاح وكانت فيه كلمة من الكابتن جمال الغندور كلمة الكابتن جمال الغندور دعم للحكام فرحتونا يا أولادنا يا رجالتنا عملتوا بطولة ممتازة كل الدعم لكم كلمة جميلة من حكم دولي قدير ليه تاريخ كبير جدا الكابتن جمال الغندور ولكن استوقفتني كلمة غريبة جدا للكابتن عصام عبد الفتاح غريبة جدا 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 يعني الكلمة دي أنا مش عايز أستعرضها هنا أنا سمعتها مرة واثنين وثلاثة طب هو بيصد ايه طب بيوجه الكلام لمين طب عايز يعمل ايه مش فاهم يعني أنا مش قادر أفهم الكابتن عصام لما يقول ان تعلق الحكام ده معناه ان ربنا أظهر الحق وان الحكام دور ردول اعتباري ربنا أظهر الحق على مين يا كابتن عصام والحكام دور ردولك اعتبارك في ايه بالزبط بس عايز أفهم بس يعني الكلام اللي ما بيتقال في وسط جمع كبير جدا من الصحفيين وامام وزير الشباب والرياضة وامام رئيس اتحاد الكورة وامام رئيس لجنة الحكام البرتغالي اللي موجود دلوقتي فيتور بيريرا والكلام يعدي كده بشكل اعتيادي هل الناس موافق على الكلام اللي اتقال أنا مردول مش قادر أستوعب موهل الاتحاد اللي خد قرار بتوجيه الشكر لكابتن عصام أكيد وجهه للشكر على مجمع الأخطاء حصلت في عهده مع الحكام وفي المباريات ليه بترجعنا من تاني لنقطة السفرة كابتن عصام ايه الفكرة تقول ان ربنا أذر الحق أذر الحق على مين هو احنا هنا في قناة الاهل او النادي الاهل كان ضد الحكام ده النادي الاهل اكبر داعم للحكام ويا مطالب بتطوير المنظومة التحكمية ويا مطالب بتطوير المنظومة التحكمية مش مشكلتنا بقى ان يجي حد أجنبي اللي اتحاد استسهل جاب حد امكانياته الفنية مش عالية دي مش مشكلتنا احنا بنطالب يكون فيه خبير أجنبي يقود التحكيم للأمام وهنا لما كان فيه حاجات غلط احنا اكتر نزدفعنا عن الحكام والأيام تثبت دا والحلقات موجودة وقلنا مين يكمل يا جماعة ركزوا مع مين احنا بندعم الحكام على فكرة لكن لو ربنا أذر الحق ربنا أذر الحق على اختياراتك انت لان انت لما كنت موجود في 2021 والحكام راحوا كسر أمم في الكاميرون ما كانش بالشكل دا كان العدد أقلي من كده على فكرة قبل موضوع الكورونا والحكام اتعرضوا لإصابات كورونا وصفر اتنين تلات حكام زيادة احنا كنا مسافرين بخمس حكام يا كابتن عصام يعني في عهدك العدد اللي سافر كان أقل من العدد الحالي وفكرة ان الحكام ردوا لك اعتبارك اي رد اعتبار اي رد اعتبار انا مش قادر استوعب الكلام اللي تقال من الكابتن عصام عبدالفتاح في تكريم الحكام الدوليين في المركز الأوليمبي بالمعادي والفيديو موجود على فكرة الفيديو موجود والناس كلها سمعته انا مش قادر يعني ايه ردوا لك اعتبارك ردوا لك اعتبارك امتى هو امين عمر مرحش كسل عالم في قطر عشرين اتنين وعشرين ليه يا كابتن عصام امين عمر مرحش كسل عالم ليه هل عندك اجابة على السؤال ده ولا معندكش محمود أبو الرجال اتشل من الطاقم الجزائري بتاع مصطفى غربال وتحط في طاقم بكاري جسامة وراح مطش واحد ورجع لنتيجة انه موجود في طاقم عليه مشاكل كتير مين المسؤول ده عن ده يا كابتن عصام يعني فين رد الاعتبار بس عشان افهم يعني فين رد الاعتبار وازهره الحق ببنسبة ايه احنا مش ضدك على فكرة احنا مش ضدك ولكن يبدو حضرتك عايز تعيد المنظومة من تاني نقطة الصف ومش عنيسمح لحد يطلع حتى في اي مكان سواء برنامج او في مقالة او في اي مكان يطلع يقول اصلي ده حق الكابتن عصام احنا لو هنشيد بالحكام ودور الحكام اول حاجة هنقول الحكام دي اشتغلت عن نفسها الحكام دي نجحت بدرعها وتلاتة ده مسير يتعامل لكل اللجان السابقة لان كانت فيه ناس في القائمة الدولية من 2011 و2013 و2014 فمش هنخصف حد كان يشتغل في اللجنة من زمان سواء الكابتن عصام صيام سواء كابتن جمال الغندور سواء الكابتن عصام عبد الفتاح كل الناس يتشتغل لكن هتبرز الانجاز ده في شخصك انت لوحدك وتقول ان ربنا ازر الحق وتقول اصل الحكام دور الدور اعتباري لا اسف مش هنسمح لك تاني انك تعيد التحكيم من لطة السفر ده غير مسموح بيه بس عايز تاخد اللقطة اخدها في مجال تاني ولكن لو تاخد اللقطة في الجزئية دي انا عندي ردود عليها واحد كاس العلم في قطر ليه ما كانش فيه امين وعمر وما كانش حاكم مصري اتنين كاس الأمم في الكاميرون كنا اربع خمس حكام ليه ما كانش سبعة زي المرة دي ما كنت انت سعيتها رئيس لجنة وكنت عدوا لجنة حكام في الكاف لو عايز تدعمهم انت كنت في المنصب ده اللي انا شايفه ان الحكام دي شمت نفسها وخدت حقها لما حضرتك خرقت من لجنة حكام الكاف ايه رأيك وبعدين في نقطة تانية يا كابتن عصام هي الحكام دي اللي انت بتقول يعني ردوا اعتباري وربنا ازر الحق كنت فيه لما كان بيتم يعني الخوض في شخصهم وفي اعراضهم عبر البرامج الفضائية هل كنت بترد وقتها ما كنتش بترد بس بتطلع فقط تحلل حالة فنية لو الحكام اخطأه في مباراة الاهلي وده اللي كان سبب رئيسي في رحيلك ان انت شخصنت كل مشاكل التحكيم في مباراة الاهلي فقط واكبر مشكلة وجهتك ووجهة الكابتن محمود عشور في المباراة الشهيرة لمباراة الاهلي وفرقه انك مطلقتش اعترفت ان التقنية اللي انت بتشتغل بيها عافى عليها الزمن فيها مشاكل فنية لا قلت انا مغلطتش الحكم مغلطتش وانت شخصيا والكابتن محمود عشور الشخصين عارفين عارفين ومتأكدين ان الكرة هدف ولكن التقنية فيها مشاكل بس ما قدرتش تقول التقنية فيها مشاكل عايزة دافع عن نفسك وعن الحكم حتى لعوب الباطل عشان كده مشيت حاجة تانية يوم ما الكابتن محمد عادل صرح تصريحات يعني اتكلم كلام فيما معنات قال احتواء وإدارة موقف وا 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 الكلام ده كله طلعت دافعت عن كلامة قال كان بشكل خاطئ طلعت دافعت عن كلامة قال بشكل خاطئ والكلام ده اثر كتير على الكابتن محمد عادل لغاية اللحظة دي كلمة الاحتواء اللي انت ذكرتها وروح البروتوكول احنا قفلنا الملف ده من زمانة يا كابتن عصام الكلمة اللي انت قلتها في حفل التكريم في المركز الولمبي في المعادي ما ينفعش اتعدي وانا لو عايز اعمل مصرحية واعرض كلمتك للناس لان الناس ما شافتهاش الكلمة دي وانا ده كنت متخوف منه الاسبوع اللي فات قلت الفترة اللي جاي هتسمعه قصص وسيناريوهات كتير قوي لان فيه ناس بتحاول تاخد لقطة وتركب على المشهد واحنا مش هنسمح بدا واحنا مش هنسمح بدا ممكن نعترف ان التطوير اللي احنا بنتمنى في التحكيم مش موجود مع بريرة محدش بيساعد بريرة هو يطلع يقول بنفسه هو يطلع يقول بنفسه لو محدش بيساعده هل طلب معسكرات في فترة التوقف هل طلب معسكرات في فترة التوقف والاتحاد موفر لهش يطلع يقول هل بيحاول يعمل تطويره محدش بيساعده يطلع يقول هل بيطلب منه يدو محاضرات الحكام وهو اللي بيرفض يا ريت نعرف من الاتحاد ولكن مش هنسمح أن العجلة ترجع تاني الوراء خلاص نبدأ نتكلم عن اللي جاي الحكام تقلقوا ظهروا بشكل كويس كويس نكمل على ده ولكن حد بياخد لقطة مش هنسمح بأي حاجة من الكلام ده نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف آخر أخبار الترند واللي الكتب في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة أرقام مباراة الأهل وشباب بلوزداد وفرص التأهل وأرقام مصطفى شبير واللي تصدى الأكثر من تزديدة في مباراة الأمس كل ده نطلع نتابعه في آخر أخبار الترند أعلم بحضركم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية كالعادة هتكون من ترند الأهل البداية في ترند الأهل من حساب بطولات بيقولوا أن فيه رقم سلبي للمارد الأحمر الأهل لم يسدد أي تزديدة بين الثلاث خشبات أمام شباب بلوزداد في دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالأمس ده حقيقي فعلا برحل أهل كان سدد حوالي خمس تزديدات على مرمى شباب بلوزداد التزديدات كلها يعني مش أونجول مش على المرمى كلها خارج القائمين والعرضة وبالتالي نقطة سلبية في التزديدات كمان عرض الركنيات يمكن أهل بس تفوق أو كان قريب من بلوزداد في الباص في التمريرات وفي صحة التمريرات لكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم ليس في الإمكان أفضل من مكان الناحية البدنية الناحية الفنية يعني فريق شباب بلوزداد رجليه في الملعب أكتر من لعبة الآلة عشان كده التعادل مبارح يعني أفضل شيء في التوقيت الحالي حساب في الجول بيكلاموا على أن مصطفى شبير أمام شباب بلوزداد عمل خمس تصديات اتنين تصديات من داخل منطقة الجزاء خمس كرات طولية نكحة من اتناشر تلاتة وسبعين في المية دقة التمريرات شتت الكرة تلات مرات تقييمك لحارس الآله في أول ظهورك أساسي بدوري أبطال إفريقيا أكيد مع سؤال الحلقة هنعرف تعليقات الناس وتقييمهم لأداء مصطفى شبير حاجة تالتة اليوم السابع بيكلموا على سينياريهات تأهل الآله بدوري أبطال إفريقيا بعد نقطة شباب بلوزداد الجزائري أنا قلت لحضراتكم الأهل ست نقاط شباب بلوزداد وينج أفريكنز خمس نقاط وميدياما أربع نقاط انتصار الآله على ميدياما وينج أفريكنز يضمن له التأهل متصدرا دون النظر لباقي النتائج يكفي المارض الأحمر فوس في مباراة واحدة فقط من أجل التأهل رسميا حيث يرفع رصيده وقتها إلى تسع نقاط ويدمن له العبور ولكن لو الأهل يتعادل في المباراتين أمام ميدياما وينج أفريكنز هيكون كافي للأهل للتأهل لربع النهائي بتمن نقاط ولكن بشرط عدم خسارة الفريق الجزائري أمام بطل تنزانيا وغانا بطل الجزائر يلعب مع ينج أفريكنز التنزاني في تنزانيا ولكن آخر مباراة لبلوزداد هتكون على أرضه في الجزائر مع غانا لأول مرة يتعادل الأهل في ثلاث مباراة متتالية بدور أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-2013 حينما يتعادل في أربع مباراة متتالية ولكن الموسم الحالي هو الموسم الثالث على التوالي اللي بيكتفي الأهل بيفوز واحد في أول ثلاث جولات ليه في دور أبطال إفريقيا ودي اللي قلت لحضراتكم نفس النتيجة أو نفس الانتصارات في آخر ثلاث أربع بطولات ممكن يكون فقل خير يعني إن الأهل ساعتها يوصل فينال إن شاء الله ويحقق البطولة طيب حسابي يلا كورة بتكلموا على الإصابات وموقف المصابين ديانج هيغيب لمدة خمس أسابيع يلا كورة بيكشف موقف المصابين أولا مرارة عطية مش موجود في المطش اللي جاي تراكم إنزارات زي ما قلت حقاكم أسماء الليعابين يعني اللي ذكرتها في البداية اللي الزنفالي وعمر كمال مش مقايدين في القائمة الإفريقية المصابين اللي تأكد غيابهم شناوي كوكا متولي خالد عبد الفتاح أليو ديانج لكن فيه تلاتة لسه يتحدد موقفهم في الـ 72 ساعة اللي جاي تاو ووسام وكريستو طيب آخر حاجة معايا في كورة بلس طبيب الآلي يمنح كولر الدوء الأخضر لمشاركة وسام أبو علي في مباراة ميديامة الغاني ده اللي قلت برضو بنت الحلق ناخد كمان واحد كورة بلس كاف يرد على الآلي بشأن التسجيل الزنفالي في القائمة الإفريقية الكاف رفض طلب الآلي بتسجيل الحارس في قائمة الفريق الإفريقية بشكل استسمائي وأنا بأكد لكم تخطاب رسمي لسه ولكن الأخبار اللي جاية من الكاف أن الموضوع صعب جدا بل مستحيل فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند وأنا أستعرف فيه سؤال حلقة النهاردة أفضل لاعب أو أفضل لاعبين ظهروا من الآله في مباراة بلوزداد البداية معايا من نورة بتقول مساء الخير الأفضل مصطفى شبير وياسر إبراهيم وإمام عشور اختار التلات لعيبة جمال بيقول مصطفى شبير وياسر وإمام عشور شبير يعتبر مكسب المباراة ما شاء الله عليه نفس التلاتة تلين بتقول مساء الخير أستاذ محمد وعلى قصة الترند اللي بقى في حتة تانية شكرا جزيلا لحضرتك صعب جدا بعد غياب 49 يوم يكون اللاعبة بعيد عن المطشوات ويكونوا في مستويهم وياسر إبراهيم وقوفة أفضل اللاعبين أمس يارب التوفير للأهل طبعا قوفة شبير يعني اسم الدلع لمصطفى ربنا يكرمه ويوفاه وياربه وكل زمائل سامح بيقول أفضل اللاعبين هم مصطفى شبير وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأفضلهم كان مستقبل حراسة المرمى للنادي الأهل الحارس مصطفى شبير الأهل لفوق الجميع يعني سامح إدى مرتين مصطفى شبير في نفس التعليق علي بيقول شبير ياسر إبراهيم إمام عشور في الشوت الأول آخر تعليق معايا إبراهيم بيقول بلا شك مصطفى شبير نتمنى التوفيق يا رب لي حراسة مرمى الأهلي ولكل اللاعبين في المرحلة الجاية دي البداية وليست النهاية لسه المشوار طويل ومصطفى عارف ده وشخصيته على فكرة بتطميني أنه هو بيقدر يتعامل بشكل جيد جدا مع الإشادات أو حتى الانتقادات كل التوفيق يا رب للآله في قادم المشوار وفي الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة شكرا وإلى اللقاء